والتلقييم هون واحد لاحظ معي double bond كيف هون كنتيجي دبل بوند في هادا المكان لو انا بدي ارقل راح قاتل هذا حتى نفهم هاي الشغلة يجب ان ننتبه مضبوط هلا الدبل بوند هاي مفروض كان دبل بوند بجنبها هون ودبل بوند كمان جنبها هون وهذا المكان راح يضل ما عليه دبل بوند تتبه معي دايما تسلسل دبل بوند هون يفترض دبل بوند هون ودبل بوند هون كمان فبيضل position 2 ما عليه دبل بوند فهذا لو اجينا الرقم 1 نجي نجي لجهة saturation هذا بدي يكون 2 بدي يكون 3 4 5 6 إذن أنا عندي هون موقع 3 4 5 6 tetrahydro 2 H 3 4 5 6 tetrahydro 2 H azepine انت مهما مزبوط ممكن واحد يجي يحكي لك طب ما أنا بحط دبل بوند هون وبحط دبل بوند هون وبصير عندي المنطقة المعزولة هاي غلط للأصل نمشي مع الدبل بوند بحيث انه يكون في عندنا يفترض دبل بوند هون لازم يكون فيه وحدة هون كمان وحدة هون نصفي هذا المكان هو المكان المعزول لما نجي نرقم نروح من جهة الآن saturation من جهة saturation يعني مش من جهة الدبل بوند لانه هو الاشي الغريب هو اصلا unsaturated فالاشي الغير الغير unsaturation اللي هو saturation اللي منرمز له بالهايدرو ومنرمز له بالH فالH للنقطة المعزولة والهايدرو اللي بتكون نقطتين مع بعض اللي ممكن يكون مكانهم دبل بوند نجي نطلع هذا المركب هذا completely unsaturated فما رح يغلب فهو عبارة عن أسبعة فهو إبين من رقم من عند السلفر واحد ناخد من تلقي من هاي الجهة ومن هاي الجهة من أقرب واحد اثنين ثلاثة أربعة إذا منه واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة لا من واحد وأربعة داي سوري واحد وأربعة ثيازة ثيازيبين ثيازيبين طيب نشوف هون عنا هاي تمانية فهي أسين وفيها نيتروجين وكلها عبارة عن unsaturated فإتز أزوسين هذا أزوكين وهاي الثيوكين وهون في عنا الآزونين والثيونين والأزيسين ما دايريكت فورور تطبيق مباشر طيب خلينا هلأ رح أخذ أنا شوية يعني لازم هاي الصفحة انتوا تحفظوها تتقنوها يعني الأكسجين هذا الجدولين ضروري إذا أنت بدك تمشي في تسمية الهيتيروسايكلز لازم تحفظوها مع غيب هذا الجدول والأكسجين والسلفر والنيتروجين رح أحط أنا شوية أمثلة خلينا نطبق عليهم ونشوف يعني أمثلة افتراضية نشوف كيف ممكن يكون في عنا التسمية ممكن تكون هاي أكسجين وعندي هون أكسجين وفي عندي هون سلفر وفي عندي هون دبل بونت هذا مثال حاول إنتهى لو أنا بحكي إن أكون معك ورقة وقلم وإنك تسجل وتكتب معي وتحاول إنك تسمي خلينا نشوف نتضرب عليهم حتى يصير بالنسبة لنا سهل وهي عندي أكسجين وفي عندي هون سلفر آتم ونحط هون مالتيبل بونتس في عندي دبل بونت هون وفي عندي دبل بونت هون طيب خلينا نشوف هذه الأمثلة الثلاثة نسميهم بالأول وبعدها نشوف إيش اللي بنا نساوي لاحظ في هذا المثال لو جينا نطلع إتت يعني المقطع إ والأكسجين بدي أخذ رقم واحد هاي واحد ولا هاي واحد لا هاي بجنبها سلفر فهاي رح تكون واحد فهاي واحد وهاي اتنين وهاي تلات اربعة خمسة وستة فبصف عندي ستة معزول يعني رح نحكي عنه سيكس اتش تمام وما في عندي أذر هايدروجين وبصير عندي الرقم واحد وانتبه معي مظبوط ما بنحكي اتنين واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة واحد وخمسة فاصلة اتنين داي اوكسا دايوكسا اوكي ثايا ما اجي والمقطع هون عبارة عن اين اي ان اي هلا ما بصير نحكي ثايا و اين نحذف ال اي هاي ونحط ال اين هلا ممكن تحكي طب هيك اجا دابل اي عادي ما في مشكلة بيجي دابل اي داي دايوكسا ثاين يس هيك الاسم بيكون خلينا نشيك على المركب الثاني نشوف في عندي هون اوكسجن اولوية الاولويات كالتالي هاي اوكسجن اولى من السلفر اولى من ال ان اتش اولى من ال ان هيك احنا بالاولويات اوكسجين كبريت ال ان اتش اولا من ال ان خلينا نشوف في عنه في هذا المثال في عنها اوكسجن هاي رح تاخد رقم واحد اكيد الاقرب الها واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس ولا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمس اتساوت من الجهتين يعني لو راحت من هون ولا راحت من الجهة التانية نفس الشيء فمنلاحظ انا عندي هون في position two double bond position two ما في double bond وزي ما حكينا احنا منروح للجهة اللي ما في هال double bond على الاكس ما احنا متعودين هون منروح للجهة ما فيها double bond وبالتالي بيصير عندي المقطع كالتالي في عندي المنطقة المعزولة اللي اتنين وفي عندي منطقة معزولة تانية ثلاثة اربعة خمس ستة فانا بحكي هون two h six h تمام وعندي رقم واحد للأكسجين السلفر انتبع معي ما بحكي واحد اتنين ثلاثة لا واحد اتنين ثلاثة اربعة خمسة واحد خمسة واحد للأكسجين الخمسة للكبريت ثلاثة وهي هاي خمسة هاي ستة هاي سبعة ثلاثة وسبعة اوكي بصير اكسا ثيا داي آزا الآزا طبعا هاي المقطع آسين فبحث في ال a وحط أوسين اصار الاسم عندي 2H 6H 1537 اوكساثيا دايازوسين واضح طيب نجي نشوف المثال اللي بعدي هذا الاخير نبعده شوي هون عندي الاكسجين لازم يكون رقبا واحد حتى لو كان عندي هون اقل ترقيم لكن الاكسجين لازم يكون نمبر ون ونلاحظ اقل ترقيم بهاي الجهة رح يكون مو كواعد يكيل طيب انت رحت هون عشان الآن لان خلاني امشي بهذا الاتجاه هو 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 الاقل ترقيم بهذا الاتجاه فاحنا هو اجب صالحنا في هاي المرة لكن لو حتى كان العكس لو كانت الدبل بوند هون وهون هذا برضو رح امشي بهذا الاتجاه والسبب هو وجود الاقل ترقيم اذا انا عندي في نقطة معزولة في بوزيشن 2 فيها فهيك بصير الاسم 2 H وعندي بوزيشن 1 وانتبه معي ما راح احكي ثلاثة اربعة لا 1 2 3 4 5 1 5 بعدها 3 4 الواحد للأكسجين الخمسة للسلفر ثلاثة واربعة للنيترجين بالترتيب وبعدها بحكي اوكسا ثايا داي هذا تمام وعندي المقطع سبعة وهو غير مشبع فهو اي بين بحذف ال اي وبحط ال اي بين فبصير الاسم 2 H 1 5 3 4 اوكسا ثايا دايازي بين التسمية جدا بسيطة سهلة ما بدها اي اشي فقط انك انت تتبع القواعد واجرب احط double bond هون في هذا المكان واحط hydro atoms في اماكن بعيدة هاي اوكسجين عندي هون واحط هون nitrogens واحط عندي ابدأ اشيل هاي double bond عشان نعمل نوع من التغيير عشان نحاول نطبق كل القواعد تمام ففي هذا المثال خلينا احط هون السلفر س وبدأ احط ال N وهي ن H لو حتى ما كتبت NH هي NH لأنه نيتروجن باخد 3 خلينا شوف كيف ممكن نسمي هذه الأمثلة في هذا المثال عندك انت لازم واجبار تبلش من هذا واحد والأقل ترقيم من نطلع عليه 1 2 3 4 لو ماذا نمشي بهذا الاتجاح راح يكون الترقيم هو أكبر فأنا مش عشان هون saturated حتى لو كانت ال double bond عندي هون فأنا راح أمشي بهذا الترقيم بسبب الأقل ترقيم وهيك راح يصفي عندي لاحظ المناطق المعزولة والمناطق اللي ممكن يكون فيها double bond هاي فيها double bond وهاي بيجي كمان عليها double bond وهاي كمان عليها double bond فشو بيصفي عندك هون الاسم كالتالي position 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 هاللي هم هاد 2 3 4 5 6 7 هكسا هايدرو هكسا هايدرو هش يعني هكسا هايدرو يعني هدول ما عليهم double bond عليهم هايدروجين بدالها بعدين 1 لو السلفر ورقم النيتروجين 1 2 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 6 ونحذف الـ A ونحط المقطع 7 الانين ليس الانين الانين اللي هو بدل على وجود الانساتوريشن وجود double bond فوجود double bond واحدة بتخلي ياخد نفس المقطع اللي بيخص اللي هو unsaturated لاحظ في هذا المثال انت هون عندك الأكسجن هون أكسجن فانت كانك تبلج من هذا واحد من هذا واحد الاقرب اللي هي ترى اتمز هاي الأكسجن اللي تحت 1 2 3 أو 1 2 3 هلا تساوي من جميع الجهات يعني لو بدل من هون أو من هون هي نفس الشي فأنا هون بعض الأولوية للجهة اللي فيها saturation فأنا رح رقم هاي واحد وركون عندي 2 و3 هاي مفروض يكون دبل بونت 3 و4 مفروض يكون في عندي دبل بونت هذا المكان معزول وهذا المكان معزول يعني لاحظ معي هدول ما في مجال تحض دبل بونت هون ولا مجال حتى تحض دبل بونت هون فأنت عندك هون position 2 3 أو 4 أو 5 يعني خلين نكتب الاسم زي هيك 2 و3 أو 4 و5 tetra hydro طيب من الأماكن المعزولة لاحظ 1 2 3 4 5 6 7 معزول 8 9 و10 معزول فأنت هون تحكي 7 H 10 H فهون نفرق بين متى نستخدم H ومتى نستخدم اله وهون برقم عندي position 1 2 3 4 5 6 ونحكي 1 6 اللي هم لأكسجين بعدها مباشرة ثلاثة 1 2 3 هاي للنيتروجين والنيتروجين هذيك 4 5 6 7 8 9 3 9 وبصير الاسم دايوكسا دايث ازا اوكي ونحذف الA حتى نستخدم مقطع E-Cine دايوكسا دايازيسين فيعني الموضوع شوي بده اكسرسايز وإذا بتحضر الفيديوهات أنا شرحتها بالتفصيل في الهيتيرو سايكل 1 ومحاضرة الثانية الهيتيرو سايكل 2 فأنا برضه معطي هاي الأمثلة بالتفصيل هلأ خلينا نيجي نحكي عن السبستيتيوشن يعني أنا هلأ عرفت أسمي الهيتيرو سايكل كننيوكليس كيف ممكن أسميها إذا أجع عليها سبستيتيوشن نفس الإشي يعني أنا هلأ ما رح أغير عن نفس هاي المركبات وأحط مثلا مثل جروب هون هلأ هاي كيف ممكن نسميها زي ما احنا بنفس آلية الترقيم تنسى انت انه في عندك سبستيتيوشن وبتسمي سيكس إتش بتضل سيكس إتش زي ما هي سيكس إتش إلها علاقة بالهيترو سايكل ما إلها علاقة بالسبستيوشن اللهم هون إنك انت بدك تزيد على الاسم هون في بدايته تحكي سيكس مثل أوكي هنحكي سيكس مثل اللي هو السبستيتيوشن الموجود فبصير الاسم سيكس مثل سيكس إتش وان فايف تو دايوكساثي لو حطينا كلور هاي بدلناها بكلور أو بفلور فإنت هون اللي رح تعمله بس تبدل هاي بفلورو طيب نفترض واحد أجي حط كمان another سبستيتيوشن فبصير الاسم هون عنا سيكس فلورو سيكس مثل سيكس فلورو سيكس مثل أوكي نفس الشي ما في أي إشكال طيب هلا هاي احنا فهمناها بالناحية السبستيتيو اللي بتنحط بالأول اللي ما الها رانكس وما ننسى انه في يعني فانكشن الها رانكس يعني زي الكربوكسيلك أسد زي الألديهايد زي النترايلز فاتور كيف ممكن نتعامل معاهم خلينا نتجرب في هذا المركب راح نحط هون مجموعة كربوكسيلك أسد هون هاي سي أو أتش كيف ممكن نتسمى هذا الاسم لاحظ معي تو أتش تو سي وان فايف تري سبن أكس دايف أكس أكس دايف دايازوسين ما راح تتأثر أبدا بالكربوكسيلك أسد اللهم انه احنا وين موقعها هاي هذا البوزيشن نرجع للترقيم احنا رقمنا واحد اثنين ثلاث أربعة خمس ستة فهو موقع ستة بس منيجي هون في الآخر بما أنه فاميلي ونحكي سكس كربوكسيلك كربوكسيلك أسد ها يعني فقط اللهم انه الزيادة هي راح تكون انك انت بتضيف على الاسم وما إلى أي دخل بطريقة التسمية للهي لو اجينا هون نضيف مجموعة ألديهايد خلينا نحط هون مجموعة ألديهايد سي اتش او فعندي سي اتش او هاي مجموعة ألديهايد فمنلاحظ هون عنا انه ال ها التأكد ما فيش نيجي نتأكد هون او وين الموقع احنا رقمنا وان. بعد ان اخذنا هذا البوزيشن. الو عليه الاتش. الاتش ما الو دخل بيضل الاتش موجود. بس اللهم التغيير على الاسم راح يصير كالتالي. في اخر الاسم راح تحكي انت تو كربل ديهايد. كربل ديهايد. تمام. خلينا نشوف هذا ونحط عليه مجموعة سيانو جروب. نحط المجموعة هون سي ان. فكيف هذا الاسم ممكن يصير. سي ان. هذا الاسم. السي ان ما راح تاخد اي اولويات من حيث الترقيم. فانحنا بعد ما نسمي والرقم الهيتيروسايكل. وين الموقع هذا التاع السي ان? نتذكر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تماني. فوزيشن ايت. ثم نيجي هون ونحكي. ايت. كربو نيترايل. كربو نيترايل. هاي منشيل الاسم نزل شوي. كربو نيترايل. يعني فعليا احنا ضفنا الفاميلي بدون ما. طب نفترض ان كان على هذا المركب كمان في سبستيوشن. يعني في عندي هون مثل. او حتى عندي مجموعة زي ال او اتش. يعني فاميلي. بس زي ما حكينا بالاولويات. اذا وجد الكربو نيترايل اعلى من الهايدروكسي. فاحنا هون راح نتزيب رها. سوري. نعتبرها سبستيوشن. فوين موجود عندنا هاي سبستيوشن. واحد. اتنين. ثلاثة. ثري مثل. اربعة. خمسة. ستة. هيدروكسي. يعني راح نحكي. سكس. هيدروكسي. هيدروكسي. ثلاثة. مثل. اتنين. ونكمل الاسم بشكل عادي. برضو هذا المثال الأخير. ناخد عليه فانكشن جروب. وليكن. كيتو جروب. يس. خلينا نجرب الكيتو جروب. لاحظ معي هون. في امكاني اني اضيف كيتو جروب هون. نذكر اللي اخدنا بأورغانيك وان. في حال وجود الكيتونز. فانحنا هون. اللهم اللي راح يختلف عنا بالاسم. بس نيجي هون. بدل ما هو. دايوكسا. دايازي سين. نحذف ال اي. ونحط مقطع. دايازي سينون. دايازي سينون. وهون. ال اون. لها. اللي هو البوزيشن. البوزيشن تاعها جاي. حسب الترقيم. احنا بلشنا الترقيمنا من الاكسجين. واحد. وروحنا هيك. اتنين. تلات. اربعة. خمسة. ستة. فهذا سبعة. فبنيجي بنحكيلو. دايازي سينون. ما انو. بدنا نبعد بينهم. رجع ال اي. وحط سبعة. بهذا الشكل. اذا كانوا مع بعض. فانت هون في هاي الحالة. بتشيل ال اي. اذا بعدتهم. ترجع ال اي. هلأ واحد ممكن يحكيله. طب انا ممكن حط السبعة هون. يس. ممكن تحط السبعة هون. وتضيف السبعة زي هيك. يس. سبعة. سبعة. وبهاي الحالة. بصير عنا. ماذا لا. الشكل. فانا فاهم هون. انو. وان سيكس. فور دايوكسا. وثري ناين. فور دايازة. والسبعة. فبصير الاسم. وان سيكس. ثري ناين. سبعة. دايوكسا. دايازي سينون. طيب. لو فرضنا انو عليها كمان. كيتو جروب. يعني خلينا ناخد الاكسترين. هاي عندي كمان. وعليها هاي. اوكسجن. فانا باخد الموقع. وان تو. ثري. فور. في موقع اربعة. وفي موقع سبعة. برجع للاسم تاني. وبحكي. هذا موجود في اربعة. وسبعة. وهون. دايازي سين. دايون. اوكي. بمعنى اخر انت هون كأنك بتركب قطع. يعني كلمات. انت. يعني. if you follow the rules. ما راح يكون في عندك اي اشكالية. بتسميت اي مركب. يعني انت لو تشوف هذا المركب. من دون ما تكون ماخد هاي القواعد. وحكي لك كيف نسمي هيك مركب. راح تلتخم. وتحكي كيف انا ممكن اسمي. لكن هذا ببساطة. بتطلع بدون اي سبستيتيوشنز. بنعطي الاكسجين الاولوية. من ثم اقرب هيتيرو ااتمز. واذا تساووا. بنمتبع الاولويات. اوكسجين. سالفر. ان اتش. من ثم الان. طيب. حابب اسمع منكم قبل ما اكمل. هل اللي انا بحكيه مفهوم. تابعين معي. الو. معي. اه معك الدكتور. الامور تمام. تمام ان شاء الله. اه. ما حدا عنده اي سؤال. الموجودين عندي حاليا محمد فهد واروة واسراء واسيل ورامي وراهف وزمر ودشرين. وعبد الرحمن وعلا وعلياء وليلى و جهاد عبد الرؤوف هيك مبين وندين ونديم وحاني وهشام. طيب جود. اه يعني انا يعني ان شاء الله ما اتغلبتوا في الاستخدام التيم. السوفتوير عندكو شغال تمام. الصوت ما بيقطع الصورة واضحة. اه دكتور تمام. مش اول محاضرة انا اخدها على ذلك. تمام ممتاز. يعني هلأ انتوا هببين للتطبيق هذا ما في عندكو اي اشكالية. انا احسن موجود. احسن موجود. طيب هلأ احنا عساس بردو تكونوا بالصورة راح يكون في عنا احتمال الاسايمنت من خلاله. يعني فيه راح اعطيكو انا كوزز واسئلة من خلاله. راح اوتي لكل ستودنت النموذج الخاص فيه وعطيه يعني اسئلة ملتبل كوزشنز واسي بحيث انه بيجاوب عليها وبيعملي سابنت. وإلها جريت راح تنحط عليها علامات. اوكي. طيب. فيه اي سؤال او استفسار بخصوص التسمية قبل ما انتقل لنقطة جديدة. اوكي. طيب. طيب. فضل. هلأ انت حكيتنا انه منضيف اذا كان ساتشوريتد وفيه نيتروجين بالحلقة. نعم. نعم. اذا كان ثلاثة واربعة وخمسة وستة عدد الزرات بالحلقة. نعم. مكتوب بالمرجع انه بس انه ستة لأ بس ثلاثة واربعة وخمسة. اه مية عميم تحكي انت بالضبط. اي مثال من هدول. اه لا بشكل عام. انه هو العيد اللي حكيته تاني. خلينا اعمل هيك. انه اذا كانت الحلقة سداسية ومشبعة. خليك شوي شوي. حلقة سداسية. اه. مشبعة. مشبعة. طيب. اه. وفيها نيتروجين. هاي نيتروجين. انه اتش. طيب. انه ما لازم نضيف ايدين. ما لازم نضيف ايدين. يعني ضل. يعني هذا المركب لو بنسميه. قصدك نسميه. ازي. هلأ هو آزة. والمقطع تاع الست اللي هو اين و اينين. نسميه ازينين. لا هذا ازينيدين. هيك بتسميه. هاي ارجع للويبساة. انت قصدك على المرجع فيرشوال. لاحظ معي هون اللي هي الست شو حاكي. طيب. لا زي ما حكيت لك ما في اعطيك مثال وحاله. بيعطيك انه. اشوف اذا في ستة. ما في ستة. ما في ستة مشبع. لا. الستة. زي ما حكيت لك. الستة هات. الستة هات. هلأ هذا اسمه الكمون. نيجي للاسم الكمون. اسمه باي بيريدين. باي بيريدين. هذا الاسم الكمون. شايف علي. باي بيريدين. نيجي لو ايجينا للاسم الكمون لهذا كمان. له زيه. وفي نيتروجن. هاي ان. فانا عندي هون ملتبلز. هاي ملتبل هون. وعندي هون. وعندي هون. هدا اسمه الباي بيريدين. شايف علي. الباي بيريدين. هذو الكمون نمس. باي بيريدين. وهذا الباي بيريدين. شايف علي كيف. فلا. يوخد اي دي اي ان اي. ثلاثة واربعة وخمسة وستة كمان. يعني القاعدة زي ما حكيت لك انا هون. ارجع. ارجع. لو انا عندي. انساتوريتد واحد للجميع. اللهم انه بالنيتروجين بدل اي بحطه اي. يعني هاد هيك بحطه. عندما انا اكون عندي ثري ممبر درينك بهذا الشكل. وفيها نيتروجين. هاي ان ان اتش. وعندي دبل بوند هون. فهذا بيسمو بيسمو من عند الان واحد اتنين ثلاثة. والان معزولة. فبيحكو وان اتش. تمام. وبيحكو ايش اسمه هذا. اذا. ماشي. والمقطع المفروض يكون. للانساتوريتد اللي هو الايرين. هلأ في حال النيتروجين ما بيستخدموا الاي. احذف الاي. بحطوا اي. ازيرين سوري. ازيرين هيك. ازيرين. هلأ لو كانت اوكسجين. او سلفر. ثيرين واكزيرين. يعني مش بالاي بالاي بالاي. ناهم علي. طيب. في حال كانت. المثلث هذا مشبع. زي هيك. ان اتش. ان اتش. هاي الحالة نستخدم مقطع. هون لاحظ معي بيستخدم الايرين. لو كان اكسجين فهو اوكزيرين. وثايا ثايرين. لكن في النيتروجين. لا هذا اسمه. ازيريدين. والمربع. هاي مربع. مربع. هاي على نيتروجين. هاي ان اتش. هادا اسمه. ازي. 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 ازيت. تدين. ازيتدين. والخمسة. ازوليدين. هاي. اوك نيتروجين. ان اج. هون بيستخدم المقطع. ازوليدين. اللي هو نفسه هذا بسمه البايرول البايروليدين سوري البايروليدين هالأهات اللي زيه خمسة ومشبعة أو غير مشبعة اسمه البايرول اللي هو راح نسميه الأزول يعني أنا لو عندي هون NH راح ألاحظ إنه في عندي الـ H هاي معزولة اللي تاعت النيتروجين فأنا هون مضطر إنلي أسميه هيك بسمه 1H أزول والاسم عادة بسمه بايرول فهذا البايرول وهذا البايروليدين هذا البايريدين وهذا البايريدين اللي هو لو أنا يجي تسميه هذا فهذا فعليا عبارة عن أزين أزين مع إن المقطع تاعه اللي هو I-N-E أزين هلأ لو حطينا عليه هاي بدأ حط عليه كمان نايتروجين هون شو ممكن صير اسمه هاد واحد وثلاث داي آزا ماشي وبحثي في الإيه وبحط إن دايازين ولو بدأ حط عليه كمان نايتروجين راح يصير اسمه واحد وثلاث وخمسة ترايازين ترايازين أوكي هذا الأزول لو جيت أضيف عليه كمان نايتروجين أحط عليه N زي هيك لاحظ معي هذا بصير اسمه كومن طبعا إيمي دازول معروف إيمي دازول ولو إجيت أنا أسميه آيوباك راح أحكي راح أبلش الترقيم من الـ NH ولا من الـ N لأ راح أبلش من الـ NH وأحكي هذا عبارة عن 1 H وأعمل زي هيك وأحكي 1 3 دايازول دايازول لو بدأ حط كمان نايتروجين لاحظ معي راح أضيف كمان نايتروجين ون لاحظون عملية الترقيم ما راح أضل للـ NH إلى هالأولوية إلا أنه الـ NH على الـ N تبدأ لما يكون يعني متساويين في المواقع فأنا هون الأقل ترقيم للهيتيرو أتمز إن أبلش من عند الـ N وبجنبها N فأنا راح أحكي 1 2 وأخذ الأقرب للـ NH 1 2 3 4 1 2 3 4 فأنا راح أحكي في هاي الحالة عندي 4H اللي هي مكان الـ H Isolated وأحكي 1 2 4 Triazole Triazole نيجي لو بدي أحكي لهذا أحط عليه NH كمان كيف ممكن يصير اسمه في هاي الحالة أنا في عندي 1 و 3 Diazolidine لاحظ كيف ما بحط H لأنه خلص المقطع Olydine اللي بيدل على Saturation نفس الحكي لو حطت هون NH بدو أصير الاسم هاد 1 و 3 Diazolidine 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 هيك DT ما بعرف وضحة هيك وضحة الصورة السؤال إليك وضحة وضحة الصورة فأنا عشان ما تطلق خلص اعرف هذا ما بحكي لك 3 4 5 6 النيتروجينات بأخذوا فيها إيريدين إيتيدين أوليدين إينيدين 7 8 19 لا نفس الإشي وحتى هذه المقاطع تسهلة عليك حفظها أنا حقيتها بالمحاضرة بالتسجيل السابق اللي هي خد أنت حرف ال-R من try tetra شيء لل-T فعندك it الأول يعني ما بعرف شكل الأوز الخمسة والست بتضل عندك ال-I هبتان شيء لل-H إيبين وتمانية أوكتان أوسين وأوكين وتسعة نونان شيء لل-N أونين ونين وعشرة دي كان شيء لل-D إيسين أو إيكين أنا بالنسبة لي هذا اللي يعني كنت ألخبط بين التمانية والعشرة فمرة أحكي الأوكين هون مرة أفكرها هون فهاي بجوز يعني أقرب إشي يعني ما في رولز بس هي هيك الأسماء هل هم حذفوا أول الحرفوا وعملوا الإسم ما بعرف بس يعني هاي جوز أقرب إشي يعني عشان واحد ما يلخبط فيهم طيب إحنا يعني أنا مش حابب أني أاخد الكميستري حاليا عبما أنه الموضوع يصير بالنسبة لأن تسمية الهيتروساكلز واضحة هلأ في عندي الجزئية التانية اللي إحنا كنا نبلشين فيها اللي هي موضوع الأرماتي سيتي هلأ هذا رح أحكي جديد يعني أنا كل اللي حكيته هلأ مراجعة للإشي السابق الأرماتي سيتي هلأ لو يجينا نحكي عن شروط الأرماتي سيتي كنا نحكي تشود فولو الحاكل رولز فأنا عندي الحاكل رولز هي الأساس ولو نيجي نتذكر شو هم الحاكل رولز رح نلاحظ أن الحاكل رولز أول إشي تشود بي سايكلك وشود بي بلانر وشود بي يكون سبيتو هايبريدايز ويكون في عنا النمبر أوف الكترونز اللي هم فور إن بلاس تو هذة كانت الشروط طب يعني هاي بالنسبة للمركبات اللي كانت مش هيتيروسايكلز هلا بالنسبة الهيتيروسايكلز رح ينزاد عندي أو خلينا نحكي فيه لو جينا ناخد هاد المركبات المرسومة مين من هاي المركبات ممكن فولو هاكل رولز ويكون آرماتيك طبعا هم ببساطة تست اللي كانوا يعملوه كانوا يعملو تست ويذ برومي تست ويذ بي آر تو فيميزوا بين المركب الآرماتيك والمركب اللي مش آرماتيك اللي كان يعمل يغير اللون يختفي اللون معناه انه مش آرماتيك اما اللي كان يلون وما يختفي اللون فهذا بيكون عنا آرماتيك وممكن يكون اللي هو الساتشوريتد يعني برضو عندك الاحتمال التاني اللي هو نرجع لهاي المركبات لاحظ معي هاي أصلا ساتشوريتد وما بنطقف عليها صح سايكليك بس هي ساتشوريتد اس بي ثري SP3 فما منتطلع عليهم أساسا نيجي لهذا المركب زي الفيورين زي الثيوفين زي البايرول زي البايريميدين زي الثيازولز زي الإيميدازولز هدول اللي يعني ممكن إحنا نفكر فيهم نحكي هل هم أروماتيك زي البايريدين أروماتيك مش أروماتيك هل البايران نطلع معي المكان هذا فهو أكيد مش فولو الحق الروز لأنها is not SP2 carbon هاي بعيد ويكرر carbon لاحظ معي هاي الأكسوجينة هون هل هي SP2 هايبريدايز هل السلفر هاي النيترجين هاي هل هي SP2 هايبريدايز هل بتحقق الهكل الرولز حكاها لك بالنسبة الهيتيروسايكلز في عنا التالي أول إشي شرط السايكلك موجود شرط البلاناريتي موجود number of electrons I have two electrons هون وtwo electrons هون وعندي الأكسوجين عليها two long bears يعني عليهم أربعة خلينا أحطها على paint عشان أرسم بإيدي إيش اللي أنا بقصده الآن اللي بقصده كالتالي أنا لما يكون عندي هذا الشكل وعندي هون وعندي هون double bond وعندي double bond فأنا عندي هون two electrons وعندي هون كمان two electrons في عندي هون long bears فشو بيكي لك هكل يعني لو جمنا عدة اثنين واثنين وأربعة بصيروا تمانية إلكترونز بكي لك لا هو بياخد حاجته يعني أنا في عندي two electrons هون two electrons هون ورح أاخد بس two electrons من هون بحيث يصير العدد six electrons ويكون هدول not involved not involved not involved يعني هدول رح يدخلوا جوه وهدول رح يضلوا بره بحيث يصير الشكل عندي كالتالي هذا بالنسبة لل بايرول يصير عندي electrons وعندي الأكسجن هون وفي عندي long bears عاملين زي هيك out فهذا رح يدخل عندي اثنين إلكترونز يحققوا لهكا الرول اللي هو number six electrons ويضل اثنين out طب what's about لو يجينا نطلع على البايريدين البايريدين لو نطلع محقق اثنين أربعة ستة والنيتروجين عليها two long bears يعني فعليا يفترض هون two long bears يعني نطلع هون نحكي new don't save لو يجيت للبايريدين هذا البايريدين في عندي أنا أصلا هيك وهيك وهي عليها long bears في اليوم بيحكي لك ما حتاج الإلكترونات تاعة النيتروجين فهي بيظلها بره outside يعني بيظل بيحقق بيحقق الهكل فأنت هون عندك اللي هما الستة هاي الان هاي واحد اثنين ثلاث في عندك six elektron ما في داعي ياخد من هدول هدول بيظلهم outside على عكس البايرول لو يجينا للبايرول هذا ان واتش في عندنا بهذا الشكل في عندي هون في عندي أصلا هون long bears فأنا هون اثنين وهون اثنين ورح ياخد هدول الاثنين يعني هدول فعليا بيدخلوا جوا حتى وان كان عليها اتش فالبايرول armitic يعني البايرول فعليا بيكون بهذا الشكل elektron وعنا in وعليها الاتش طبعا ايجي الدليل لإلهم على هذا الحكي الدليل لإلهم donating الالكترون هذا هذا المركب able to donate elektron فهو basic لما أجل قيسه البي كي اي الو كانت 9.6 من 10 بينما هات الالكترون لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع لا تستطيع ليش لأنها جوا العرماتيك جوا فأنا هون البي كي اي الو هات كانت بالمقابل 4.6 تقريبا لاحظ معي من 9.6 ل 4.6 I have 5 logs يعني بيدل إنه هذا المركب basic وهذا not basic وهذا بيدلل كمان دليل على إنه الالكترون هاي available وهاي الالكترون not available ولاحظ معي شغلة تانية إنه لو ضفت انت البرومين البي آر 2 فعليا ما رح يعمل اديشن لا هون ولا لو ضفنا البي آر 2 هون جمان ما رح يضيف البي آر 2 على المركب وبالتالي فأنا هون يعني الاروماتيس هون رح نزيد عليها شرط من ناحية الاروماتيك الهيتيرو ما نسميهم الهيتيرو هيتيرو آروماتيك إنه هم فعليا رح ياخدوا بياخد take ال enough electrons to complete الهكل number يعني أنا هون فعليا رح يكون في عندي نوع من flexibility فلو اجيت اتطلع على الأمثلة مرة ثانية رح ألاحظ عندي هون الاميدازول صح عندي هون في ال 2 4 6 عندي هون النايترجن على 2 electrons ما بياخدهم بس السلفر على 2 lombard of electrons رح ياخدهم بحيث تصير عدد 2 4 6 هذا أكيد ناط aromatic lansaturated وهذا ناط aromatic lansaturated هذا البيارميدين الو الديازين عليه lombard of electrons هون ولا lombard of electrons هون ولا واحد منهم بدخل بالاروماتيسيتي ممكن واحد يحكي لي طب بصيروا 10 والعشرة هاك الرول نحكي له لا هدول بتحمل فقط 6 هذا الشكل فأنت هون عندك 2 4 6 مكفي فأنا بالنسبة إلي النايتروجين lombard هدول بيعطونا basicity يعني بيظلوا لبرة outside نيجي للبايران نحكي طب هذا يعطي مفروض 2 و4 وهدول 2 electrons بصير 6 نحكي له لا هذا مش aromatic والسبب ببساطة انه هاي المنطقة saturated لو يجينا لفس هذا المركب البايران في مرات بيجيك بهذا في عندي أنا هون double bond هيك تيجي مرات وبيجي هون double bond بيجي double bond طبعا الأكسجن ما بيقبل ثلاث فلازم يكون positively charged هذا aromatic هذا مركب aromatic وهذا اللي هم بيكون في الفلافون والخضرة اللي احنا منشوفها تلاحظ الخضروات ملونة لون الخاس مبلاش الخاس الشماندر كل هاي الخضروات لها ألوان مختلفة فهي فعليا ناتجة عن aromatization يعني aromatic الoxygen هات stabilized بيكون بجنبه فلافون بيكون بجنبه مركبات ثانية فبيكون stabilized هاي البوزيتف it's not always the case لكن في حال زي هاي هاي احنا شايفين اثنين اربعة ستة yes this compound is aromatic وإن كان هات طبعا unstable هيك لحاله it is unstable يعني unstable in comparison مع هات يعني هذا الشكل هو 2H بيران هو الشكل المعروف لإله 2H بيران simply لأن الoxygen ما بتاخد بالأوضاع الطبيعية double bond إلا في certain situations واضح موضوع الaromaticity هلو ديكتور نعم فضلي ممكن نتعيد آخر إشي ما فيمت بالنسبة للبيران بيران بهاي الحالة هات بقدر أحكي هاي not aromatic متى ممكن يصير aromatic إذا أجت هاي نفس الحلقة هاي 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 paste وأجا عندي double bond هون yes وهون تيجي positively charged هاي الحالة yes this compound is aromatic هاي هاي المركب aromatic لكن in comparison يعني هاي هاي المركب is not usual هاي الaromatic is not usual is not usual ما بيكون موجود بالعادة زي هيك يعني هو وجود ومرات بيكون الأكل خضرة موجود هذا المركب اللي بيكون aromatized موجود على شكل بهذا الشكل بس يعني إجمالا الشكل هذا هو الموجود يلي بنا نحكي احنا هون باختصار انه الهيتيرو aromatic compounds هم بيخضعوا لنفس الشروط طاعة الارomatic compound اللي هم في حلقة البنزين ومشتقاتها اللهم انه وجود الهيتيرو atoms بيعطيها نعمل flexibility انها تاخد electrons وقت الحاجة يعني لتكفي العدد لتكمل العدد للهكل rules وكل واحد حسب capacity له يعني لو اجينا للمثلث زي هات اللي هو الازيرين سوري وحطينا هون ال nh وحطينا هون double bond ونجي نسأل حالنا سؤال هل هذا المركب aromatic شو الجواب هذا المركب aromatic yes aromatic وممكن واحد يستغرب طب يحكي طب اوكي two electrons احنا محتاجينهم بالنسبة لهاي البوينت على two electrons بحكي لك not involved in aromacy الفكرة هون انه يعني in comparison with cyclopropene هاي cyclopropene يعني ايش الفرق بينه بين cyclopropene زي هيك not aromatic السبب ببساطة انه الكربون هاي saturated بتعمل cut off يعني تمنع المرور بينما النيترجن عنده المدار في الكترونز يعني عنده مدار فاضي مدار وفي الكترونز فبيسمح بموضوع انه تلف الالكترونز من خلاله ارفته عليه كيف يعني الالكترون الالكترونز هاي راح تمر من خلال النيترجن وتصير تلف وتعطينا اللي هو الاروماتيسيتي الكترونات الان نفسها لا ما بيكونوا دخلين يعني هذا بالاصل بالعكس هو طب لو جيت حطت عليه زي هيك ممكن يجي واحد يحكي لي طب هيك بصير لأنه 2 و2 وعليه هون 2 صاروا 6 هذا بيظل السبب هون ببساطة يعني ما في مجال الان لما بده يعطي الالكترونز اهم شرط له حتى يعطي الالكتروناتو ما يكون علي دبل بوند اذا علي دبل بوند ما بيستطيع يعطي يعني زي في هاي الحالة اللي هو بالبريدين هذا البريدين اللي هو اريدي في عنا 2 و 4 و 6 وهون نحكي هاي في عنا هاي الان هاي الان ولا يمكن انها تعطي الالكترونز لجوه عليها دبل بوند ما بتعطي من الان اللي ممكن تعطي اللي هي زي في حالة البايرول هاي عندك البايرول هادا اللي ممكن يعطي اللي ممكن ناخد منه ويكمل لنا الهكتروني يعني في هاي الحالة يس بنحكي 2 و 4 و 6 بس هون ما بنحكي 2 و 4 و 6 و 8 لا هذا الان ما بيعطي يعني it is flexible انه يعطي او ما يعطي لا يحقق الهكترونز يعني هي بيضلوا ماشي لمصلحة الستابيليتي انه يكون يعطينا هاكل او armatic compound stable compound يعني لو كانت حتى غير الـ NH لو كانت حتى اوكسجن نفس الحكاية اوكسجن او حتى كانت سلفر فهذا عليه 2 long bears يعني اربعة وبس بيعطي اتنين منهم ويخلي اتنين الو هون كمان السلفر هذا كمان عليه اربعة يعني في عندنا زي ما نحكي الوربيتلز اذا فيما يجعل الرسم للوربيتلز اشوف هون في ايشي برسم الوربيتلز لا لا templates في كان يرسم الوربيتلز كنت بدي ارسم لك افرجيك كيف بيجي شكل الوربيتلز طيب يعني اللي هي الوربيتل اللي بتيجي بهذا الشكل والوربيتل بيجي بهذا الشكل فهون بيكون في عنا 2 long bears وهون 2 long bears مع انه العدد اربعة الا انه ما بيدخل الاربعة جوات الارماتيك يعني جوات الرنك بدخل فقط اثنين حيث يكمل هون ستة وبيضل عنا 2 long bears تمام رح رح اترك لكم هلا المجال للنقاش يعني انا حكيت تقريبا ساعة فبدي اسئلتكم على المحاضرات اللي فاتت والمحاضرة الحالية اذا بدكم نبلش بالاسماء واحد واحد عشان اتأكد اسمع منكم طيب محمد معي محمد فهد ايا ايا سوري انا الاسماء بتيجي ايا معي ايا طيب عشان تعرف وتحكوا انت مبين عندكم عاملين ميوت كل المايك ستاعدكم ميوت فاذا بدك تسأل اي سؤال بامكانك بس هايها انت شايفينها من الاشارة هاي المايك فانت بامكانك بس تضغط عليه زي هيك ضغطه هاي شلت الميوت يعني لاحظ هيك بطلتوا تسمعونا قبل شوي لاني عملت ميوت فاذا حدا عنده اي سؤال بس يرفع عن الميوت آية أروى اسراء اسيل رامي في اشي رامي رهف زمرد شيرين من هاد عبد الرحمن علا عليا ليلى دكتور نعم تفضل عافية بالنسبة للهايدرو والأتش متها بنحط الاتش بنقم ومتها بنحط الهايدرو تفضل اعمل اعمل ميوت اعمل ميوت اعمل ميوت هلا لاحظوا معي كيف انه احنا متى نستخدم الاتش وما نستخدم الهايدرو راح ابلش من المركب من اللي امامك وزي هاد هاد المركب اذا منطلع عليه راح نلاحب اعمل ايش ما كونش انا ميوت يس هذا المركب اللي احنا عاملينه راحب معي واحد هون بداية اثنين هاي معزولة يعني ما في عندي بجنب هدا بالضم فانا هاي معزولة فانا هون لازم احكي بها 2H هون لازم احكي زي هيك 2 لاحظي معي 2H واسمي اما بالكمون اللي هو بايران او اذا بدي استخدم الايباك اللي هو اوكسا وين فبصير اوكزين يس بهذا الشكل 2H اوكزين لاحظي لو انا حبيت اشيل الدبل بند هاي كبان او احكي لك بدي اشيل الدبل بند هاي عسان سنفرجيك كيف بالضبط هلا هون اللي كان مكانها دبل بند او الممكن انحط مكانها دبل بند ما بنحطها H فانا بصير عندي التسمي في هاي الحالة راح احكي زي هيك 1 في عندي انا في عندي 2H وصار في عندي في الموقع اللي هما 1 2 3 4 5 6 هادول 5 6 دايهايدرو يعني برجاء بحكي زي هيك مبديهم بالاول قبل ال H نحكي 5 6 دايهايدرو داي هايدرو ماشي والنقطة اللي بتكون معزولة معزولة يعني ما بإمكانك تحطي انتي هون دبل بند زي هيك في الوضع الطبيعي ايك ما بزبط هاد لانه راح يصير positive recharge زي هاد وهذا له طريقة تاني في التسمي يعني ما بيخضع هذا بيصير اسمه بايرينيوم بايرينيوم هاد اسمه بايرينيوم ففي الوضع الطبيعي انت الاكسجن ما بتاخد 3 باندس الاكسجن بتاخد فقط داي فيليند فاللي نعطيها كمثال تاني خلينا نشوف هاي صفحة جديدة لو اجيت انا ارسم هذا التمانية وهاي راح حط فيه انا hetero atoms الاس داح حط فيه كمان ال-o وداح حط كمان اجرب ال-n واجرب كمان ال-n هلا لو جيت اسميه زي هيك بهذا الحال زي ما هو saturated فتمانية فهذا اوكي اوكي ولاحظ معي هون لاحظي معي هون انه الاكسجن لازم تكون رقم واحد وانا مضطر امشي هيك 1 2 3 4 5 فانا في الاخر هاد راح يكون الاسم واحد وفايف بعدين احكي 3 4 3 4 لاني ببعط الاولويه اوكسا بعدين ثايا بعدين بصير داي ازا اوكي وبحث في الا عشان اوكسا ثايا دايازو كمان الان ايش راح بدأ سوي هذا الاسم احنا saturated لو بدأ حط فيه double bond واحدة بس اعمل فيه زي هيك اوكي شو ممكن اصير الاسم لاحظة معي نفس الطريقة راح يبين عندي ال او position 2 معزول لانه الان والان هاي راح يجي عليها double bond والرقم هذا كمان معزول ما بيجي عليه اي double bond ما بصير اجي احكي اس مع الس بجنبها double bond ولا بصير احكي ال او مع الس بجنبها double bond اوكي فهون في هاي الحالة راح يصير الاسم كالتالي راح نعدل على الاسم ونشوف كيف التعديل راح يصير بدل اوكين راح يصير وسين تمام ونرجع لالاول ونحكي فيه عندنا في موقع واحد اثنين ثلاثة اربعة ثلاثة اربعة داي هيدرو ماشي وبعدين في موقع two هاي فيها اتش وفي موقع هاي ها one two three four five وموقع six كمان فيه اتش يعني معنى هذا الحكي كأني بحكي انه الثلاثة واربعة ممكن يكون مكانهم double bond واثنين وستة لا خلينا ناخد مثال لو انا بدي اسمي هذا المركب وحط double bond هون كيف ممكن يصير الاسم كل اللي راح يختلف عنا بالاسم هات هو هاي راح عاجي اشطب الثلاثة واربعة دايها وصير عندي الاسم two six one five three four oxa thia diazosina واضح يا علي لس حكات واضح السؤال علي علي هلو واضح اه دكتور واضح تمام ليلى عندك سؤال ليلى محمد جهاد اه دكتور اه ليلى امور واضحة تمام اه تفضلي اه بس اسألة ممكن ترسم واحد اتش تمانية اتش واحد اربعة ضايا ازوسين شوي 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 اعيدي مرة تاني طيب واحد اتش اعطيني الاسم مرة واحد مقطع النهاية شو هو تمانية اه ازوسين تمانية صح ازوسين اه اه وفيات نايتروجين اكتر من نايتروجين اعيدي الاسم مرة تانية واحد اتش اوكي تمانية اتش واحد اربعة ضايا ازوسين طيب واحد اربعة هاد اللي بهمني انا واحد اربعة واحد اتنين ثلاثة اربعة هاي اربعة واحد اربعة دايا ازوسين هلا عديل الاسم موقع واحد موقع تمانية انت حكيتي صح اه واحد اتش يعني بدك هاي تكون ان اتش وبدك تمانية بدك هيكون اتش يعني بدك التابل بونت تيجي واحد هون وبدك تابل بونت تيجي هون وبدك تابل بونت تيجي هون اوكي هذا هوا هلا هذا كيف نسميه طلعي معاك اللي بيكون عندي N ويكون عندي NH فإحنا بنبلش من عند ال-NH نعطي ال-NH أولوية حسب للقاعدة ال-O أولى من ال-S أولى من ال-NH أولى من ال-N فأنا NH رح تكون واحد وال-N هاي رح تكون ال-N هاي رح تكون واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة لاحظي معي ممكن واحدة كيلة طب ما هي بتيجي هون دابل باند نحكي له لا إذا بدنا نحكي هاي درو لازم يكونوا وربعات يعني ما بصير أحكي واحد وتمانية داي هاي درو فهذا لازم هيك يجي اسمه وان اتش وتمانية اتش ماشي وبعدين نحكي واحد وأربعة دايازوسين دايازوسين هلا عساسة أوضح النقطة هاي على الرغم من أنه أنت أمامك ممكن تحكي والله أنا بحط الدابل بوند هايها وورا بعض إلا أنه إحنا ما بنستطيع نحكي واحد وتمانية دايهايدرو إلا ما بنحكي دايهايدرو لازم يكونوا متسلسلين يعني هذا المركب في هاي الحالة ما ممكن نسميه إلا بهاي الطريقة اللي هي 1H 8H وال1H للن عندنا عليها H وال8H لآخر كربون يتيجي قبل النهيدرو واضحك ليلى آه واضح يسلم دكتور تمام آه آه شكرا آه آه هلأ مين عندنا كمان آه محمد جهاد سامعني محمد شي للمايك محمد ألو محمد طيب بس عشان نعرفكو كنت بدي شوي أحكي لكم على التيم آه التيم هاي أنا عندي الشاشة قدامكم فأنتوا بإمكانكم تفتحوا زي هيك التيم عندكم هاي عندك لك activity وشات الآن الشات لو أنا بدي أكتب معك بإمكاني أكتب بالشات فأنا هون عندي تحت آه بكتب لك أي message أنت بدك إياها نا هون بكتب message مثلا آه hello hello فبيبين عندك هذا الشات وفي عندك التيمز آه بالنسبة لإلك أنا هاينا إحنا هلأ في مساق هون إذا إحنا بدي أعمل آه في هذا المساق مثلا شات هاي هاي ممكن أنا أودي لك بتبعت لكم آه لاحظ معي أنا هون عندي lecture وان هاي أنا مسجلكم محاضرة وفي عندك هاي lecture 2 هاي كمان في محاضرة هاي مسجلة المحاضرة والثري اللي هي اليوم مجرد ما نخلص وأعمل stop record أنا عمل لها record مجرد ما أعمل stop record راح تنزل عندك هون مسجلة بإمكانك برضو تروح هون للفايلز وتلاقي اللي هي المحاضرة اللي كانت مسجلة أنا رفعها وبرضو نفس الإشي هون الفايلز هاي المحاضرة أنا كمان رفعها في عندنا assignment أنا رح حط لكم assignment your status is not time مش ما عطيني هلأ بإمكاني نحط لكم assignment ورح على الأغلب نستخدم هاي الطريقة في التقييم يعني رح أودي لكل واحد اللي هو assignment خاص فكل طالب رح يكون فيه الإشي الخاص فيه هل في حدا منكم بيواجه مشاكل باستخدام التيم أموره تمام بالنسبة للمواد التانية هتأخذ فيدباك إذا في حدا عنده مشاكل ممكن نوصلها بمادة معينة كل المواد تمام ما تخافوش احكوا يعني ماحدش راضي يحكين ما بعرف هل أنت أمورك كل 100% ما دام هيك طيب ما دام الأمور تمام فأنا هيك يعني بكون هيك محاضرة اليوم وهي أنا عندي هون فأنا عامل فراح أعمل هلأ وبعد ما أعمل دكتور في سؤال أه تفضل هلأ مثلا كان عندنا شكل مثلا خماسي يعني زي سايكلو هكسان أو سايكلو بنتان استنى علي شوال هاي شكل خماسي في عندك شكل خماسي طيب حط على هذا طيب على جنب هاي اليمين حط حول الواتش آه أوكي طيب من الجهة الثانية على الكربون الثانية حط مثلا كربوكسيليكاسد لا لا اللي تحت اللي تحت مثلا هون الوحيد المحطات طلي اللي بعدي هايوة آه أوكي كربوكسيليكاسد يس لحسب البيوريوريتي أنا رح أختار الأكيد الآزة ذرة النيتروجين بس بعد هيك هل هل نحكي وان تو ثري فور طيب خلينا نشوف نسأل الأخ كيف مدروا آه بكي اللي في عندك غلط طيب هاي في عندنا هون يس شايف كيف اعتبر زي ما احنا منحكي اعتبر انه وان تو ثري يعني بتمشي بالبيوريتي حسب الفونكشن وعندنا الوحيد بيضل يعني زي ما تعلمنا احنا انه في عندنا احنا هون خلاص اذا خلصنا من بتصفي زيك انك انت بتقارن بنزينة بس اللهم انه هون انت مهجب تبلش من عند النيتروجين فاهم علي فانت بتحكي واحد بس انت هون مضطرة تحكي اثنين وثلاثة يعني الثلاثة للكربوكسي أسد أربعة خمسة وبالصف عندك 5-hydroxy pyrolydine هو استخدم common name بامكانك بدل pyrolydine تحط الآزوليدine ثلاثة كربوكسي الكاسد واضحة هاي اه واضحة شكرا احنا هون خلينا نرتب ال function groups في عندنا SO3 SO3H بعدها COOH بعدها CHO بعدها Ciano وبعد Ciano حكي هنا عندنا OH H وال SH وال NH2 وكان بعديها اللي هي double هاي 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 double double bond وبعديها في عندنا triple bond triple bond triple bond فانت هون اذا بالنسبة الهيترو ساكل خلص تسميتها تمام تاخد priority حسب functional group الموجود عندك واضحة 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 يلا خلص هيك انا بكون خلص محاضرتي رح اودي لكم انا assignment هيك بس tutorial انكم تجربوا نشوف يعني اول ايش رح يكون تست يعني انك انت تحله وتشوف ايش الصعوبات الممكن تواجهك يعني المترجم اشتركوا